السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم اسرع التقنية. اه بقى دي تلت ايام الصراحة عندي التليجرام هينفجر من كترة الناس اللي بالخش تتكلم على موضوع بريستون. طب في امل نرجع فلوسنا. طب ممكن نرجع الفلوس ازاي? طب نعمل ايه? مبدئيا كده لو في حاجة انت كنت ممكن ترجع بها فلوسك بسرعة انا كتبتها لكل مش هخليها حاجة حكري مسلا ان اولا الناس ونسلق. دي رقم واحد. رقم اتنين حضرتك دلوقتي المفروض انك عشان خاطر تاخد خطوة ايجابية او انك تعمل فلوسك. المفروض انك انت تعمل بلاغ على المحافظ بتاعة اللي انت تعرفها للمنصة وتتهمهم بالنصب عشان يجمد الحسابات ولكن هذه الخطوة غير موصوقة. ليه? لان التسايين في المية الناس دي مش اغبية عشان خاطر يفضلوا سايبين فلوسهم موجودة جوه المنصة بيبقوا نقلنا على محافظ بردة. حاجات منصات زي والكلام ده يقدر ان يحط عليها الفلوس. بحيث انت لما بتطلب ما عندهش فلوس. يعني انت ما بتقول له مسلا الشركة دي اللي بتستخدم المحافظة بتاعتك سرقتني. فبينانس هتقول لك الله انا انت طيب دلوقتي جاي تقول لي انها سرقتك اوكي انا هقفل لها الحساب. بس مبدايا حسابه زيرو. يعني هو طلع الفلوس اللي موجودة على محافظة تاني. فده اللي بيحصل اه في ناس بتقول طب نبلغ بينانس. قلتوله بلغ بينانس. اذا لحقته حاجة موجودة فلوس في المنصة ممكن وبينانس تجمدها ممكن تردها ليكو تاني. ولكن هز الكلام بعيد الاحتمال. الناس دي مش حرامية عاديين. دي ناس خبرة ممكن يكونوا من نصبه للمرة التمنى باسم المختلف في منصة تاني. دي النقطة التانية. بالنسبة للاجراء القانوني. اه تعمل ايه عشان هو في اجراء قانون? مبدئيا لو فلوسك قليلة بلاش انك تفكر في الاجراء القانوني عشان تروح وتبلغ وتخبط مشوار. وتقف في طبور. كل الكلام ده هيخد منك وقت ومجهول. فلو مبلغ صغير تصابد ربنا. نصيحة مجرب يعني انت لو مبلغ صغير تصابد ربنا. امتى تدور انك تبلغ? لو مبلغ كبير وما وما فيش حل تاني. يعني مبلغ تلات تلاف دولار في نازخ لما بلغ اكتر من كده الفين اه الف وخمسون دولار. ماشي. ممكن تروح تعمل بلاغ عشان خاطر تضمن حقك. البلاغ بتروح لازم ترتبطوا او مش ترتبطوا. تجيبوا مجموعة لا يتقلن عن خمسون عشر عشر شخص يروحوا يبلغوا في مباحث الانترنت. لازم يكون معك محامي. هو اللي يتقدم البلاغ ديه. لانك انت بتتعمل مع منصة عشان لو توجه لك اي سؤال في النيابة. ما تردش عليه سؤال غلط او اه وانت بتعمل التحريق. ما تقولش كلام يدينك فيما بعد. هتقالش كلام بحوص انها انت بتعفهمش مدى خطورت قانونيا فيتاخد ضدك فيما بعد. فلازم ما ينفعش انك انت تروح كده يعني ايه سوبرمان وتروح مع نفسك تبلغ. لازم يكون معك محامي هو اللي يكون يتقدم البلاغ ويسب تحققكم. فدي الطريقة الفضلة. فانت لازم يكون معك خمس وعشرين شخص خمس وعشرين شخص اكتر من كده اخر وبركة. عشان تروحوا تعملوا المحضر بالنصب. ده النقطة التانية. عشان ما حدش يكلمني بعدها كده على الخاص يفضل يسألني على نفس النقطة كزا مرة. الناس بتخش انا مقدرش ارجع فلوسي. ما تقدرش من المنصة انا شايف الرصيد بتاع انه بيتسحب وانه بيروح بيجي. تاني عشان الناس اللي ما بتفهمش تكنولوجيا. خضرتك الرصيد والفلوس اللي انت شايفها عمالة تتخط وتطلع وتنزل. وكل اللي بتعمله ده ملوش اي ايمة. يعني ملوش اي ايمة. دي فلوس وهمية. دي مجرد تاني داتا. انت الفلوس اللي دفعتها مش موجود على المنصة. الارقام اللي انت شايفها دي ارقام بيانية. يعني ارقام بيانية زي حضرتك كده بتفتح حسابك البنكي بيشوف يقولك انت ليك مسلا عشر تلاف. هو انت ليك عشر تلاف لكن الفلوس نفسها مش على الموقع اللي انت شايفه. بتبقى مربوطة في السيستم في البنك. ليها مكان تاني محطوطة فيه. انت شايف الداتا لكن مش شايف الفلوس. اه متخش على حسابك البنكي تاني او اي حاجة الاكترونية بتبقى شايف رقم داتا. لكن عشان تسحب الفلوس او بتعمل لازم بيبقى فيه خطوات تاني. اه البنك انت بتسحب من نفس الموقع وكل حاجة لكن موقع الانترنت اللي هي انت بتشوفها قدامك دي داتا. المحفظة اللي هي انت بتبعت عليها بتبقى في يعني الفلوس اللي بتروحها بتسمع على طول في باناس. مش بتسمع على المنصة بتاعت بريسول. بريسول دي ما هي قلوه بيدخل داتا. انت حطيت مئتين دولار فيقولك اتريك مئتين دولار. وكسبت مثلا تلاتين اربعين. هو بيقولك انت كسبت انا يعني هو بيحط لك الرقم. بيحط لك ارقام. لكن الساحب هو انت متقدرش تسحب سنت. الا ما هو يعني انت بتدي له على الموقع. فهو بيجي له اشعار ان كنت عايز عشر سنت. يقوم هو من الحساب اللي عنده في باناس يقوم بعت لك مثلا عشر سنت. لكن طالما نصب هو لا هيبعت لك عشر سنت ولا هيبعت لك اي حاجة. ولا انت تقدر تسحب الفلوس ولا تقدر تختارك الموقع ولا تقدر تعمل اي حاجة من الناس اللي عمالها تحلم بيها وبالطير دي في الاحلام انها هتقدر تعمل تطلع الفلوس والكلام ده كله كله انساء مفيش اي كلام. حاليا اخر تحديث برضه عشان ما يطولش عليكم. يبقى كده كل كل الكلام عشان محدش يفضل كلش فيه اخش راعة الجرام يسأل بس السؤال. اخر حاجة عشان بس الوقت ما اطولش عليكم. اه الدنيا تقسمت نصين. ناس بتكلمني بتقول لي ان في اه ناس كانوا بيكلموا عن مفوض النقاضة او مشرفين اه اجانب اختفوا. افلوا حسابتهم واختفوا. وناس ثاني بتكلمني بيقول لي ان في ناس كلمتهم من قاضة او مشرفين. وقالوا لهم ان فعلا نصابة. وانهم كمشرفين عايزين يضمنوا حقوق الناس. ويكلموا محاميين والمحامة هيرجع الفلوس ويرفع قضية. بس محتاج تلاتين في المية اتعاب من او عشرين في المية اتعاب من المبلغ الموجودة الملاصة. يعني انت لو عايز فلوسك ترجع المشر ما starts بقول لك عشان س والمحامه هرجع له فلوسك. الطبعا الكلام ده كله اه يعني ايه؟ رقم ثلاثة. اللي اول قال لك احنا نعمل ساندول المولينير انشاءال خطة المولينير. والدلت وقال لمحامه هرجع لك فلوسك بس عشرين في المية اتفعهم وهتاخد فلوسك. كلم ده برضه نصب. فانت بقى عندك تقريبا كده الله اعلم هما بيحاول يلعبوا على كذا حبل يعني ايه? اللي يصدق انهم نصبين ماشي تعالى يا عم هاتف عشرين في المئة وانا هديك فلوسك. اللي مش مصدق انهم نصبين كده كده هيدفع ومكمل معهم مغمى على عين ومش عارف ايلا هيحصل في اخر المدة. فوالناس بتادي التقل. بتادي التقل ان ما فيش المشرفين من العدد اللي كان موجود الاول. ابتدت في مشرفين تتحذف. في ناس بتتواصل مع مشرفين تاني وفيه ناس بتقول لك يعني فيه ناس بتقول لي عن المشرفين كنت بتتعامل معهم خلاص اتحذفوا. وده الدليل اكيد ان انا كلامك كل اللي قلته صح ويتم بالملة. ان هما خلاص هما دلوقتي في مرحلة بيلموا الشرط. وبيقفلوا الدفاتر بتاعتهم وهيمشوا. عايز روح تبلغ روح بلغ بس ازي ما قلت لك عشان ما يبقاش مشاوير على الفاضي اه او انك تصرف وتتابع الكلام ده يفضل ان يكون مبلغ كبير عشان تفضل يتابع معي. يستحق انك تتابع الموضوع. ويكون معك محام ويكون عدد. عايز انك انت تبلغ برضو باينرس بلغ باينرس على المحافز مفيش مكان. مشاكل ولكن انا معتقد مليون في المية ان المحافز زي فضيت مسلا من مدة اسبوعين فاته. مساء موافز صحب. مجرد هو موافز صحب يبقى عارف الناس هتشك. فهما بيتسناش ان كنت تبتدي حد يروح يبلغ عليهم. بيكونوا مجرد او في الصحب يومين يكون هما فضل المحافز الموجودة عند باينرس. ولكن انتم عايزين تتعلقوا بالامن وتجربوا جربوا. فكل الكلام انا كده قلت كل النقاط. هما دلوقتي بيرحلوا بيقفلوا بالمشرفين. بيفضل كم واحدة وفي الاخر هيقوموا قفلين الموقع خالص على يوم عشر او اتناشر. اللي هو المفروض اليوم اللي بتاعد دفع للناس ان كان حد دفع هيصدقوا. وفي ناس تاني منهم هتتواصل معكم ويقولك ان المنصة نصابة وهاتفلوس عشان نرجع الفلوس او تدفع مليم ويبقى شموت وخرب ضيار. اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.